لماذا حتى هذه اللحظة يصر الأستاذ ممدوع عباس على الحجزة على أرصدة نادي الزمالك حتى بعد اتصال ده طبعا بناء على بيان رسم النهاردة من نادي الزمالك تحدث فيه عن وقاها حصلت النهاردة بعد غضب العمال والموظفين اللي عندهم بيوت مفتوحة عندهم عيال مدارس وموسم مدارس كل واحد رب أسرح حاسس بالله أنا بقوله أنا واحد منهم أنا واحد من هؤلاء الأبهات الأباء والأمهات اللي النهاردة كل واحد بيصرف على بيته وعنده بيت مفتوح وعنده عيال وعنده دروس وعنده أكل وشرب النهاردة الناس دي راح تاخد مرتباتها فلما ييجوا روحهم وياخد مرتباتهم يقولك لا والله ده المرتبات محجوزة عليها والله ده الأستاذ ممدوع مش عايز يرفع الحجزة على أرصدة النادي طب هنعمل إيه فالأستاذ محمد الإتريبي وهو رجل محترم وزمالكاوي أصيل وهو طبعا رئيس مجلس إقدارة بنك مصر حب إنه هو يحل الموضوع ده بناء طبعا على رواية بيان نادي الزمالك اللي النهاردة نزل فاتصل به الأستاذ ممدوح والمحامي الخاص بالأستاذ ممدوح يا أستاذ ممدوح علشان العمال والموظفين غلابة وملهمش زمن على الأقل مرتبات الغلابة دول أنا مش بتكلم غلابة هم قد الدنيا وأحسن من أي حد أنا مش بتكلم غلابة يعني لا هم قد الدنيا وأحسن من أي حد وياخدوا مرتباتهم من عيون كل الزمالكوية لأن ده حقهم أنا بتكلم على إيه أنا بتكلم إن إحنا كلنا غلابة إحنا قدام المصاريف إحنا كلنا محتاجين المصاريف ديت فالناس محتاجة المصروف بتاع الشهر المرتب الشهر فيروح يقبضوه لما ما يروحش يقبضوه وعمل حسابه على قصات وعلى 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 وما يلاقيهوش طب ما هو بيقن غصبا عنه فبيقول له يعني ايه المرتبات بتاعت الناس وعش خاطر الناس بس بيوت مفتوحة وكده يعني فلما يكون هناك رفض لما صدر من الأستاذ محمد التريبي وهذه المبادرة الطيبة منه لحل هذه الأزمة على الأقل علشان مرتبات العمال والموظفين في نادي الزمالك أعتقد أن هذا الأمر أمر مؤسف أمر مؤسف ويتعدى كل الحدود والأعرف ونوجة نظري مؤسف الزمالكاوي بيبان ساعة الحقيقة الزمالكاوي اللي بيحب نادي الزمالك ما بيحبش نادي الزمالك بالعند القصة ما بيجيش بالعند والتاريخ لن يرحم التاريخ لن يرحم وانا هنا برضو بتكلم تاني وتالت بتكلم كراجل عضو جماعية عمومية وراجل بتفرج على المشهد بدرجة إعلام فقرات الزمالك محدش يقول لي محدش قال لي قول كده لا أنا اللي شايف ده أنا زعلان أنا غضبان أنا متدايق فعلا من المشهد ده ليه؟ الناس دي زمبها ايه؟ الناس دي زمبها ايه؟ أنا هنا ما بتكلمش على صفقات ولا بتكلم على أمور نادي الزمالك كوي فيها علشان موضوع حجز الأرصده والنادي الزمالك محتاج هذه الماديات أنا بتكلم هنا على حقوق الناس دي مش للدرجات دي وطالما هناك من اعتقد في نفسه أنه فارس كان عليها أن ينزل الميدان اللي كان معتقد أنه فارس كان عليها أن ينزل الميدان ولا يتخفى وراء أشخاص آخرين في ساعة الحقيقة ساعة الانتخابات دا اللي عندي